بلغة مباشرة وإتقان تمكنت المخرجة بشرة نيروخ من اختصار التاريخ وتكثيفه في فيلم كرتوني قصير عن مدينة القدس المحتلة بشرة تحمل شهادة الماجستير من جامعة اليرمو في الإعلام وهي مخرجة ورسامة عملت على تجسيد كل طاقاتها للتعبير عن الصمود في وجه الظلم والاحتلال وعن جهيته ضد كل ما هو فلسطيني وعربي باستخدام الرسوم الكرتونية بنرحب بضيفتنا المخرجة بشرة نيروخ بشرة صباح الخير صباح الفل أهلا وسهلا فيك يعني بداية حكي لنا عن فيلم زيتونة الكرتوني اللي حكيتي فيه عن القضية الفلسطينية بداية أشكر قناة رؤية الداعمة دائما لإبداعات الشباب في هذا السياق فيلم زيتونة يعني من الأفلام التي أفخر بها كونها إنها من الأفلام التحريكية اللي في مجال واسع إنك تعرض القضية قضية سواء اجتماعية شبابية سياسية ارتقيت إنه قضية القدس هي من أهم القضايا اللي على الساحة المحلية والعربية والعالمية ولها أبعاد مختلفة هلأ فيلم زيتونة الصراحة لها نكهة مميزة تتمتع بإنها تتناول مختلف القضايا الفرعية الذي يتعرض بها أهل القدس سواء من عملية تهويد للمدينة تهويد للشوارع ومسمياتها إضافة لتهويد المعالم الدينية بعض الانتهاكات الإسرائيلية في هذا السياق من حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها وكذلك مسألة الجدار العازل وبعض الأمور المتعلقة ببناء المستوطنات يعني مجموعة من القضايا التي يعاني منها أهل القدس في هذا السياق الأثار السلبية لوجود الاحتلال وطريقته في التعامل يعني وكره وعنصريته اللي واضحة كيف هو انتهاكه للأرض والشعب يعني من وين إجا اسم زيتونة؟ وإحنا عملنا منشوف مقاطع من الفيلم ليش زيتونة؟ زيتونة هي في سياق تأتي الصمود يعني نعرف وكلنا نعلم جميعا أن شجرة الزيتون يعني هي تشكل بمحورها حالة من الصمود والثبات ومقاومة كافة أشكال الانتهاكات ويعني هذه زيتونة هي دور البطلة البطلة التي ساقت كل هذه الأحداث بطريقة متسلسلة وطريقة مترابطة فيها نوع من الحبكة وجعل المشاهد يتشوق لما يحدث بعد طيب بشرة ليش اخترتي نوع العرض بطريقة كرتونية متحركة؟ ليش ما كان مثلا تمثيل إنساني طبيعي؟ ليش ما كان أي طريقة ثانية لإيصال الفكرة وطرح المشكلات هاي؟ تمام طريقة الأفلام التحركية والتودي أنيميشن نوعا ما يتميز عن بقية الأفلام إنها لكافة الفئات العمرية هاي رسالة موجهة للعالم لمختلف شرائحهم لمختلف أعمارهم في نفس الوقت إذا أردنا بهذا السياق إنه حتى لو كان عدم وجود الصوت لربما يغني في شرح هذا الواقع الأليم نعم لكن هو فيلم زيتونة موجود فيه أصوات كاملة وحوارات بين الشخصيات الكرتونية الموجودة فيه صحيح ويعني فعليا أعتقد أنه رح يوصل بشكل أسرع وأكبر طيب التحديات والصعوبات في إنتاج هذا النوع من الأفلام التحديات والصعوبات إنك أول شيء كتابة السيناريو بتحتاج إلى مجموعة من العناصر ومجموعة من الأشخاص اللي يفكروا بنفس الروح بنفس الطاقة وبنفس المعنوية طبعا الكادر اللي معي يعني من ذوي الخبرة وفي نفس الوقت كان لربما يعني كان هناك استهجان أن قضية القدس قضية لربما مشبعة ومعروفة لكن تحديت هذا الموضوع بأنني سأقوم بعرضه بطريقة مميزة ومختلفة وكان ذلك الأمر طبعا لا أنسى في هذا السياق يعني أنا في وكالة الأنباء بترة أتمتع ببيئة حاضنة للإبداع ممثلة بعطوفة المدير العام عطوفة فيصل الشبول مديري حازم الخالدية طبعا يعني تودي أليميشن ما كان يعني لربما يعني في تفكير سياقي لكن بجهوده وجهود الناقد السينمائي الأول لدينا ناجح حسن وهو معروف على مستوى العالم والناقد المسرحي مجد التل طبعا يعني شكلوا بالنسبة لبيئة داعمة للمزيد من إنتاج الأفلام المتابق نعم بشر أكيد يعني لما يكون في داعم وفي بيئة حاضنة للإبداع أكيد رح يتم طرح الأشياء حتى نفس القضايا الثابتة والقضايا المصرية والأزلية سحيح رح يتم طرحها بروح جديدة متى سيتم عرض فيلم زيتون؟ قريبا سيتم عرضها في الهيئة الملكية للأفلام سيتم عرض هذا الفيلم بتميزه كونه من الأفلام التحريكية التي لربما استخدام الأسلوب التكنولوجي والتكنيكي في هذا السياق سيظهر إبداعاته وأشكاله ومعالمه في هذا العرض لم يحدد بعد موعد العرض لا ربما في خلال الشهرين القادمين نعم يعني بتتم الإعلام عن موعد العرض عن طريق الهيئة الملكية للأفلام مشيك؟ طبعا صحيح طيب ما بعد زيتونة بشرا شو في أفكار جديدة؟ حاليا أفكر باتجاه يعني بتقدر تقول 2D Animation من الأفلام التي أقوم بإخراجها وكذلك من الأفلام الدكيومنتري اللي هي طبعا ما منسى أنه كمان أيضا معركة الكرامة طبعا من الأفلام التي أعدها حاليا بطريقة مختلفة وبطريقة مشوقة أيضا سيترقبوا الجمهور وأيضا وعندي لدي المزيد من المواضيع المتعلقة بالقضايا الشبابية والقضايا المتعلقة بما يواجهها من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذا السياق نعم يعني أنا بدي أشكرك ونبارك لك بالفيلم يعني وجهود مباركة ويعطيك ألف عافية المخرجة والصحفية بشرا نيروح شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح أهلا صلى الله عليه وسلم